بلاغ ورد لقسم شرطة الساحل بالقاهرة أفاد بوجود إطلاق لأعجرة نارية ومتوفى بموقع لإحدى شركات المقاولات أسفل كبر رود الفرج على الفور شكل فريق بحثة نجح في كشف ملابسات الواقع وضبط الجناه الذين ارتكبوا الواقع بهدف سرقة سقالات حديدية من موقع الحادثة وصلنا بلاغ من النجدة بقيام بعض المجهولين يستقلوا سيارة مقرباص بالاستلاق على مسروقات من موقع إنشائي خاص بشركة المقاولين العرب أسفل محور رود الفرج الجديد وتعديهم على غفير الأرض باستلاح ناري وصل لمستشفى معهد ناصر متوفي الحمد لله جهود فريق البحثة أصفرت عن ضبط المتهمين جميعا وضبط السلاح المستخدم وضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقع في أقل من 24 ساعة واعترفوا بارتكاب الواقع بقصد السرقة